نبدأ بالpart 2 عن lecture 1-2 نكمل الأشياء اللي ضمن history of present illness عدنا G اللي هي factors or any drug with relief pain يعني أي دراج ماخذ الpatient قبل لا يجيك على موضي يقلل البين عنده فthis will give you an idea about the natural and duration of severity of pain يعني لما يجي الpatient ويقول لك أنا أخذت مثلا فالمسكن كلش قوي فأنت بهالحال راح تعرف القوة مال البين وبنفس الوقت لما يقول لك أنا أخذت هذا الادراج لفترة مثلا 7 days فأنت راح تعرف أنه الادوريشن أولا مال البين يعني يصار لعنده ممكن 7 أيام والثانية السيفيرتي مال البين نسبة إلى الدوز مال البينكيلر اللي ما أخذه أو الادراج اللي ما أخذه H عندكم presence of other symptoms مثل شنو يعني باقي السمتوم اللي ممكن تكون أعراض أخرى عند البينكي فlike when patient says that he pain start or the pain start two days ago يعني لما من البينكي يوصف لك لديوريشن مال البين ويقول لك أنه البين صار ليومين then a swelling appeared after that يعني شون ديوصف لك أنه أعراض أخرى غير السيفيرتي مال البين وغير الدراج وغير الأشياء اللي ذكرناها يقول لك مثلا البين صار ليومين بعدها ظهر عند swelling or discharging sinus appeared ممكن أو discharging of pus هي أو شي طبعا حسب patient pain swelling then parastasia of lower lip فكل هاي الأذر symptoms رح تقدر تلاحظها وتسوي لها record عن طريق history of present illness تعتبر واحدة من الكمبنينت مالته زين وصلنا لل الآي الآي اللي هي وال patient also may be asked about prevalent past medical history لازم تسأل الpatient أيضا عن ال past medical history ما التعوف الدنتل اسأل عال medical which may assist you in diagnosis of the pain like patient with facial pain or vascular origin like majorane or a chronic psychomatic origin or angina angina pictorus مثلا يجيك patient قل لك عندي ألم بال lower right quarter مثلا ويمتد على أنك فتقعد أنت مباشرة تسأل الpatient أنت تأخذ أدوية شن العراض اللي يصير عندك دائما رايح قابل المستشفى فهي كل راح تدلك أنه الموقوع مال علاقة بالdentistry هذا بي angina وممكن راح يصير بذبح صدري هسا قدامك فلازم أنت قبل تسوي الهوستل للمستشفى لأن هذا بي angina فهو هذا اللي راح يساعدك فيما يخص ال past medical history لازم تسأل الpatient عليه أيضا تسأل الpatient أنه تتوقع اللي ليس سبب لك الب ين من هالأشياء اللي تخص الكيس وال medical history patient presented with lump or mass يعني يجيك الpatient وعند lamp or mass يعني عند فدورم أو كتلة معينة بال maxillofacial area ف the oral surgeon must be ascertainated by asking some questions يعني الجراح oral surgeon جراح الفم لازم يسأل الpatient بعض الأسئلة اللي هي مثلا how long the swelling has been present اش قصر لعندك هذا الورم ثانيا whether it is getting larger or smaller fluctuated in size يعني تسأل الpatient اول شي قصر لعندك هذا الورم ثانيا انه هذا الورم خلال الفترة وجودة قبل تجيني كبر لو زغر what are the symptoms of lump شنو اعراض هذا اللم اللي عندك او هذا السوال the lump may be painful ممكن يكون هذا الورم مؤلم او غير مؤلم if this lump is associated with parastasia or numbness of the lower lip for example يعني حسب اعراض هذا اللم او هذا الورم فانت هس عندك الاسئلة تسأل الpatient اولا قلنا اش قصار له ثانيا كبر لو زغر هذا اللم او هذا السوال ثالثا السمتوم ما لللم هذا سواء painful or not او هذا اللم associated with parastasia or numbness of the lower lip او لا هاي كلها تتعلق بالاسئلة احتسألها انت للpatient رابعا whether there is any possible cause for swelling ممكن اكو اي مسبب لهذا الورم اللي عندنا مثلا قال لك اني انضربت بوجي وبعد ما انضربت بوجه صار عندي هذا الاسباب او مثلا انجريز اتعرض الى صدمة بسيارة او اصابة او systemic illness known to the patient او مثلا فال illness يكون systemic كل systems ما للبودي ويكون معروف بالنسبة للpatient خامسا what made the patient notice the lump by feeling or because it's painful or some one else noticed it told him يعني راح تسأل patient تقول له هذا الورم انت حسيت به مثلا بالسانك او تحسست بيدك او من الالم انت حسيت عندك swelling يعني حس اكون مكان مؤلم وتحسست تطرع عندك ورم او احد لاحظك من مثلا اولادك او اللي عايش لك وبيت لاحظ عندك هذا swelling وقل لك عليه فلازم تعرف انه هذا الشي خلال تسأل patient وصلنا لل pdh pdh اللي هو past dental history the past dental history includes the frequency of previous visits تقول للpatient انه انت زاير قبل طيب الاسنان او لا او مثلا previous extraction oral surgical procedure او مثلا اذا صار عندك عمليات بال oral any difficulties of complications مثلا تقول للpatient قبل اش قد قال اقرع السنة قبل السنة وهي صار هيت complications وهي وي فانت راح تعرف هذا الشخص او هذا الpatient راح اثناء اثناء ما قلع سنة قبل سنتين ثلاثة صار عنده bleeding صار عنده نزيف فممكن انه او مثلا اغمى عليه ممكن هاي complications هاي التعقيدات اللي راح تصير تنعاد وياك ويا الprocedure ماتك او تيت ونت بلان ماتك فلازم انت تساءل الpatient عن هاي الاشياء وصلنا لل determination of availability of past dental and oral radiographs راح نقعد نشوف availability of past dental or oral radiographs in other words it is important to ask the patient about any type of dental or oral treatment received before لازم تسأل الpatient عن اي نوع من العلاجات او العمليات او اي شي خاضع له بال dentistry سابقا يعني بسو حشوة قالع اي هاي نوع من الاشياء تسأل الpatient عليها يعني لازم تسأل الpatient قلنا عن الاشياء المساويها قبل هي من dentist بنفس الوقت تسأل عن complications اللي صارت ويا ومدى رضا هذا الpatient على التreatment اللي تقدم له سابقا لانه هذا هالشي راح يطيك impression عن النوع من التreatment اللي لازم تقدم من هذا الpatient يطيك انطباع خاص على الpatient وصلنا الMH الMH اللي هو Medical History and System Review The Patient Medical History Includes Review اللي لازم تسأل مراجعة The Past and Present Illness or Disease Because أولا This Information اللي تخص Medical 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 MH اللي تخص Medical History May Aid in Diagnosis of various conditions إذن هاي راح تساعدك إنه بالتشخيص مع الحالات المختلفة اللي يجيك بها الpatient Occurring or Has Oral Manifestication That Are Related To Specific Systemic Disease AIDS Or Lyok إنت لما تسأل البايش إنه تعرف Medical History ممكن إنه هاي الأمراض اللي صاير عند بال Oral Cavity جاية عن Systemic Disease مثل AIDS أو Lyok فهذا الشي راح تعرف عن طريق Medical History لما تسأل البايش The presence of many diseases may lead to or need modification for the treatment plan مثلا أنا سألت عن Medical History وقال لان ترى عندي Uncontrolled blood pressure يعني الضغط ماتي أنا مسيطر عليه من خلال treatment فهذا البايش أنا ما راح أطي نوع من الانستيزيا وأن ما أنطي اللي هو يحتوي على الأدرينالين فأنطي نوع أدرينالين يعني النوع أدرينالين اللي هو الأنستيزيا اللي اللي أقدم هني للبيش يعني 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 ممكن البيش أنطي تريتم بلان أمشي ها على الكل لا يعني ممكن يجي لي بايش يعتبر فد special condition فد حالة خاصة لازم أتعامل لها الطريقة مختلفة وموديفكيش خاص ثالثا drugs used in treatment in some systemic disease can also have effects on the mouth يعني أكو بعض disease ممكن أن يتأثر لي على المouth على oral cavity اللي هي have oral mastication or dictate some modification to the dental or surgical treatment ممكن أيضا لها dictate على بعض المodification اللي هي علاقة بال dental وال surgical treatment العلاجات dental وال surgical مثلا عندي anti-cogulant drugs or chemotherapy أكو بعض بايشنتي يأخذون مثلا anti-cogulant اللي هو مضالة الwarfarin أو aspirin هاي التريتمنت اللي يأخذ البايشنت نتيجة عنده systemic problem عنده مثلا جلطات تديطوء aspirin حتى يبقى الدم مال تعم وميع الدم حتى ما يصر عندك lot بال blood versus malta ويصر عنده جلطة فمثلا هذا الشي راح يصير interference with surgical dental procedure راح يسوي مثلا ما أقلع له ما زين the past medical history includes راح يضم لك past medical history التالي أول previous series illness or disease راح تسأل عن الأمراض اللي صير به سابقا ثانيا childhood disease نسأل عن الأمراض اللي صار خلال فترة طفولته إذن نقطة الأولى نقدر أنه related to the second نقطة الثانية اللي هي الأولى نحكي بها عن الأمراض السابقة من ضمن childhood disease hospitalization إنه رايح لمستشفى أو لا operations بسوي أو لا allergies to the head or neck allergy to drug original allergy يعني إذا كان عند حساسية مثلا عنده حساسية لل penicilline أو عنده حساسية لل sylfa وغيرها أو ما عنده أي حساسية فهي لازم أسأل أي عن طريق medical history listening of medication taken or listing of medication taken in the last 6 months راح تسأل عن المدكيشن اللي أخذها خلال 6 أشهر السابقة اللي هي last 6 months وتسأل عن سواء كانت أدوية عمليات أو غيرها زين عندي بعض مثلا على serious illness مثلا عندك heart attack or disease اللي هي cardinal infarction MI والأن gina pectoris في heart sign patient مصاب MI أو gina pectoris اللي هي ذبحة صدرية فلازم أنت تكون على معرفة وتكون oriented with a serious illness that has happened to the patient or had happened to the patient in a previous يعني في خلال الفترة السابقة ثانيا عندك stroke اللي هي cerebrovascular accident cva اللي هي الجلطات أو hypertension أو heart failure لازم أنت تكون على معرفة بهم لازم يقول لك ياه الpatient وستسجلهم عندك بال case sheet بعد مثلا عدنا bleeding disorder في حال شان الpatient لما ينجرح ينزف بكترة ناخد مويعات مثلا diabetes rheumatic feather or disease كل هاي الأمراض النزيف السكر الروماتيز أو غيره خلال صخونة أو مرض رايح لمستشفى hospitalization may indicate past disease and how it was treated تسأل إنه إذا رايح لمستشفى على مودي مرض وشلون تم علاجه aids and acquire immune deficiency syndrome viral hepatitis new plasm method treatment مثل surgical cytokine drugs especially if the drug in the head and neck region خاصة إذا هذا if the growth عفوا مو الدراج إذا صير بالهيد والنك إنت اختصاص وشغلك بهذا المكان إنت oral surgeon فإذا كان الموضوع هذا ده نحش عليه اللي هو new plasm and method of treatment مثل symptoms is a part of medical history covering each major system of the body review of systems lead to concentration on the science and symptoms related to the system disorder which which dictates to more investigations or referring to the patient for medical evaluation and preparation the review of symptoms includes cardiovascular system this is cardiovascular system system respiratory system اتوقع عشت اللفو اولا اذا مثلا تجيك المرأة الحامل فلازم تسأله عن انه في حال لتراجع طبيبة معينة الهفد عناية طبية خاصة هيا لازم تسأله عنها اذا هو رايح قبل المستشفى او ليش ايضا رايح للمستشفى في حال رايح ايضا اذا كان اكو فد سيريس ايلنس فد امراض صايرة بالبيشنت مثل ما قلت جلطات وغيرها اسأل البيشنت سوات عملية قبل لولا اذا كان دياخذ اي نوع من الادوان اذا كان دياخذ اي نوع من الادوان ستسأله اذا في حال الان دياخذها او سابقا الفامل الهيستري تجي تسأل عن تاريخ العائلة ماتة التاريخ المرضي مالاتهم ممكن ينطيك ايضا معلومات مهمة عن الدزيز اللي عند البيشنت مثلا تيوبركيلوسز هيموفيليا سايكتريتك توقعيشت اللفظ نيكروتيك ديسوردر بريست كانسر سلطان الثدي وغيرها فهذه هي امراض تنتقل وراثيا بين العوائل لازم تسأل عنها البيشنت او كونجينتر انومالي ساش از لبيكليفت والباليتو بلاتيكليفت وغيرها زياد وصلنا هسا للكلينيكال اكزامنيشن واللي هو الخطوة اللي رح تنطيك في هذه نقلة شبيرة بالديايغنوز ماتك ممكن تكتشف بها الديايغنوز ماتك بسرعة الكلينيكال اكزامنيشن كيرفول هستري تيكينج شد بي فولود باي ثروف عن السيستمي كليينيكال اكزامنيشن لازم يكون عندك هستري تيكينج كيرفولي يتبع الكليينيكال اكزامنيشن والسيستميكال اكزامنيشن دياغنوستيك انسترومنتس انكلود هسا شنو هي ادوات الديايغنوز كلكم تعرفوها ميراربروبت وزر هنهذا يقول انه بالكليينيكال اكزامنيشن اكزامنيشن شد بي سيستميك انه انت لما تقعد سوى كليينيكال اكزامنيشن لازم يكون سيستميك ولازم always includes vital signs like body temperature pulse rate blood pressure respiratory rate also should have always comparative observations of both sides of body and aurora كافتك انشوف الاسمتري وال الpatient وجهة مترق وغيرها. عدنا اكسترا اورال اكزامناشن وانترا اورال اكزامناشن. خلنشوف من شون يتكون كل واحد منهم. اكسترا اورال اكزامناشن. يعني تقعد انت تسوي اكسترا اورال. يعني كل شي خارج الاورال كافتي. فتقعد تشوف وجه البايشنت. بخلال النظر اولا. اه في حال كان اكو بايشنت بوستشار. غيت. فايشال فورم. يعني اوترشن استايت. سبيتش. بودي موفنت. كل هيا لازم تلاحظها انت. الاسكن. يعني شوف حركة الجسم اول ما يدخل عليك للعيادة. شوف جلد البيشنت. اه نطق ما للبيشنت. اللي هي سموها الفايتال ساينز. ان ادشن تو ذات. وي اكزامن ذا اريا اوف هيد اون نك ثرولي. ان ذا اكزامناشن اوف تي ام جي. هيا كلش مهم محفظوها. ثانيا الليمف نودس هم تفحصن بايدك. سلايفوري غلاندز. بونز اوف تسكل. هذين انت تسويه ان اكزامناشن بايدك. اللي يتوقع يسمونها البالبيشن. اما هاي الاشياء اللي ذكرناها فوق. هاي كلها اوبزرفيشن. انت لازم تشوفها من خلال الاي اسمعتك. تلاحظها بعيونك. مشيت البيشنت. جلده. شكله. تناظر اجزاء وجهه. تقعد تتحسس اظامه. الليوف نودس. التيم جي. سلايفري غلاند. بون اوف تسكل كلا تتحسسها بايدك. ايضا السينوس. ماكززر سينوس. اي. الاي. والاير. والبرى اورال تشيوز. اي كلها اجزم تحسسها بايدك. نك اجزامناشن. او اجزامن. فور انلارج. ثيرويد غلاند. هم تشوفها. الليوف نودس ايضا. والنك انسوالن. زين. المثال of clinical examination. هسا نحن نحن ذنى المهمات قازم تحفظوهن. Inspection, Pulpation, Percussion, Asculation. هسا نحن نجيهم واحدة واحدة. Inspection اللي هو visual. انو تتباوع بعينك. تباوع على البيشت بعينك و تشوفه. اي ابنور موطي بوجهه او بفهمه او بأي مكامبي. At the start of every examination you must begin by looking at the patient. تباوع على البيشت. Well before looking at the region of any question for science that may provide clue for diagnosis. Any change in color. يعني تقعد تباوع على البيشت تشوف المكانات اللي يشكو من البيشت. اذا اكفد تغيره بلون الجلد كل هاي تفيدك. لان تتعرفون حدا من اسباب الانفلميشن او من مظاهر الانفلميشن هو الريدنس. يصير احمرار بالمكان. or asymmetry اذا كان وجهه ما متناظر. اشوف السكليرامال العين اذا كان صف رجز بهبتايت. any growth acceleration اذا كان تكون قرح وغيرها. loss of tissue. انسبكت بايد. هاي كل يشوفه بعينك. زين. نجيل البالبيشن. next use of fingertips. تتحسس باطراف اصابعك. تسوي البالبيشن. باللمب. اه فلكشوينت. موبايل تي. هاي كل يشوفه بايدك. اه البالبيشن gives information about texture. دايميشن. كونستانسي. تيمبرتر عن فنكشنل ايفتز. كل راح تتحسس بايدك. اي شيء يتم التحسس عن طريق الايد. فهو هذا ضمن البالبيشن. زين. اللي بروبينج. اللي بروبينج. ما يكون عن طريق. اه اللي هو نفسه. دايقول انه. is the palpation. with an instrument. يعني اللي بروبينج. هو جزء من البالبيشن. لكن عن طريق инструмент. اللي هي اللي بروب. هايذا شفتو. زون of the most important diagnostic techniques used in the industry. the teeth are propped for caries. يعني تتجيب اللي بروب ما تكتحركه فوق التوث. اذا بدي يخدش ويكلب. معناه كاريز. اذا مشه smoothly. معناه ما اخو كاريز. ايضا تقدر شف البريدنتل بروب. باستخدام البريدنتل بروب. اشوف اذا في حال كان عندك بريدنتل ديزيز. اه في حال كان عندك بوكت وغيرها. او بريدنتايتس. طبعا فيه اذا كان اكو زيادة بالديبث اكثر من ثلاثة مليمتر. يتحول الموضوع الى بوكت و بريدنتايتس. اذا اقل من ثلاثة او ثلاثة طبيعي. زين. is used for measure of بريدنتل سلكس. اتعرفون اكو بريدنتل سلكس. صاير بين الجنجبة وبين التوث. فهي انخفاض. هذا ذا يزيد عن ثلاثة مليمتر منها اكو في اه 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 ماتلوجيك الكنديشن. لكن المال بروب used to examination of parotid. تفحص الparotid glant اللي هي salivary gland. هما يتفحصها. والفستيولاس تراكتس كام بي بروبت. ولغتابتشة. اه بوينتس. to determine the origin of فستشولة مثلا عندنا هنا هاي أسنان أسنان معواقع المهم هاي عندنا هنا لثة أكون هنا فد ورم أو فستشولة زين أنا دع أعرف هاي الفستشولة منين جايتني فحتى أعرف هاي الفستشولة منين جاية راح أجيب قتابيرك تعرفون القتابيرك اللي صايرة في الشكل هذا يستخدموه بال RCT Treatment راح أدخلها في هاي الفستشولة طبعا بعد ما أنطي أنستيذي للبيشنت إذا الخلح تدخل إلى أن توصل المكان يصير لها Resistant توقف أروح أخذ X-ray لما أخذ X-ray راح يبين عند القتابيرك كما ترسمت لكم إياها السن وبالحالة راح أعرف المكان اللي جاي من عند الإنفلميشن يعني يا سن من عندهم ممكن من هذا السن والورام عندي بهذا السن فبالحالة أنا راح أعرف الأورجين ما الإنفلميشن زين البركيجن هو أجيب مثلاً الميرور ماتي أجيب مثلاً فد أداة شوية فئلة مثل المطرقة وأقعد أدق على الأسنار حتى أشوف الألم بياسن فالبركيجن is the technique of stricking التشوي يعني ما تضغط على التشوي with fingers هم يعتبر بيركيجن أو استخدام إنسترومنت اللي هو الhandle of mirror قلت لكم هاي اللزمة من الميرور تقعد أدق على الأسنار بيها The examiner listened to the resulting sounds of observes the response of the patient Extraoral Percussion is often used to detect tenderness in the frontal and maxillary sinuses التندر يعني مثلاً لما تخلي إيدك على المكان يصير الألم هذا هو معنى التندر فأنت حتى تشوف extraoral تستخدم إيدك intraoral عمودة تشوف الألم والأسنان تستخدم الhandle والمرور تدق بها الأسنان Tapping the fingers tips against a finger placed over the sinuses intraoral percussion is used to evaluate تلما أنا سوي intraoral percussion فأنت سوي تقييم evaluation المن للتيث by tapping to the teeth فأنت تشخص الأسنان بياسن عندي ألم يمكن يكون عندي radiating pain ألم بكل الجهة ولازم أن أعرف ياسن فأقعد أدق عليهم واحد واحد حتى أعرف ياسن بالألم With mirror handle أكيد راح أستخدم mirror handle حتى أشوف الألم وين This technique may include pain in area of inflammation for pre-dental disease or pre-epical absences فأنت مو قبر تقول هاي عندي هنا palpitis أو caries لا لازم تتأكد إنه ممكن أكو pre-dental disease أو pre-epical absences تتأكد من عندهم من خلال مثل أخرى Asculation اللي هو مرات يستخدمون بالسماعة هاي مع الطبيب حتى يشوفون خاصة لمن يفحصون TMJ أكثر process of listening the sounds within the body ف Asculation of clicking of TMJ by the use of stethoscope اللي هي السماعة مثل ما قلت لكم ف Asculation technique is rarely used in the history هاي مش عارفين طيب يصاني عند السماعة لأنه ما حد يستخدم Asculation عادة يتحسسوها بإيديهم إذا كان عكو click آه هي بعد زين وصلنا لل Extra Oral Examination Extra Oral Examination مثل ما قلنا راح أسوي Evaluation ل General Abnormalities and Particular Those of Head and Neck Region يعني أفحص الأشياء اللي هي شوفها غير طبيعية مثلا أورام غيرها اللي صايرة في منطقة ال Head وال Neck Area زين To look for Science Symptoms of the patient that could influence diagnosis and treatment the examination include فحتى أشخص الأمراض اللي صايرة عند الpatient في منطقة ال Head and Neck Region راح أقوم بالتالي أولا General Examination أسويه بشكل عام Examination كامل ال Head and Neck Area General Examination including His Posture ال Gate أيضا ال Facial Form Nutritional States Habits Speech هاي كل هازم ألاحظها قبل أن أبدأ بأنه تحسس ال Lymph Nodes والصلاعي ذريق لان أشوف ال Gate مع ال Patient ال Facial Form بشكل الوجه Nutritional مات States حالته أيضا ال Habits عاداتها شنو هي نطقة شكل الجلد لونه هميا ال Hair ال Nails كل هل أحظها زين Examination of Head and Clued هس راح أسوي Examination لل Head TMJ Lymph Nodes Sub-Mandibular Uninflammatory Uninflammatory Lesions Pulpated for Thyroid enlargement أيضا تلاحظ الثيرويد إذا كان بها enlargement أو زغران حجمها مثلا or Cervical Lymph Node enlargement The TMJ Pulpated for Any Clicking or Pain فتقعد تستوي Pulpation لل TMJ في حال شان أكو Clicking أو Pain Asking the patient to open and close the mouth أنا نجيب الpatient تقعد تخلي إيدك على الجهتين وال TMJ تقول افتح حلقك وسد تتحسس إذا شان أكو Click راح تبين عندك إذا حسب ألم هم راح يقول لك Patient Any limitation of opening مثلا Trismos أو إذا ما يقدر يفتح الفم مال بشكل كامل or deviation of occlusion The eyes should be examined for exo phathalamus or apropetosis pallor of conjunctiva لازم أيضا نسوي examination للأي لونها الكون conjunctiva أيضا pallor of conjunctiva أدي كي تتأني ما شوف إذا في حال شاء عندها نقص حاد بالدم أو مثلا فوق الدم مغيرة أو مثلا ب hepatitis كلها تلاحظها من خلال seclera of the eye or conjunctiva also examined هم يقول كي seclera يجب أن تلاحظها حتى تلاحظ الدزيز مثلا hepatitis والobstructive gandice اللي هو أبصفار اللي هنا يعتبر لليور diseases نجي intraoral examination ليش دا أسوي intraoral examination to detect to detect soft tissue abnormalities to evaluate the status of teeth and other heart tissues حتى أشوف الأمراض اللي صار عندي soft tissue مثل الجنجفر أيضا حتى أسوف evaluation لحالة الأسنان والheart tissues مثل البون والأسنان كلها بشكل عام زين intraoral examination consist of evaluation the following areas and systemic ways مثلا lip labial bocal mucosa mucobocal folds هاي كلها لازم ألاحظها اللي هي mouth proper المكانات الموجودة بالoral cavity كلها أشوفها من الميوكوزة من الليبس من الفيستبيوز اللي عندي من الفول اللي هي الطيات مع التيشيو اللي موجود جوا soft tissue أيضا الفلور of the mouth التانج الاور of pharynx اللي يفتح مال الاورال على الفارنج الهارد والسوف palate من فوق muscles of mastication العضلات همين أفحصها التيف الجنجبة orphys of ducts of parotid and sub mandibular glans كلها أفحصها هاي زين intraoral examination should begin within the observation of mouth for extent or deviation إذن لازم استوى observation بالبداية للمouth حتى for extent or deviation أيضا the extent of opening كنس نشوف الاكستان الاكستان شنو هو هو الاوبننج لازم تكون مال الاورا cavity امتدادة أو الفتحة مالتة من 35 إلى 55 مليمتر يعني 3 إلى 4 من ايديك then we look for oral hygiene weather is good very poor or very poor يعني شوف نظافة الفهم وال deviation وغيرها we use the mouth mirror to reflect the retract or retract the lips with good light to evaluate condition of vestibules شوف هاي the vestibules صاير بين the frenums هاي الوادي صاير بالأور cavity the floor of the mouth ventral surface of tongue شوفوا أيضا التنغ تلاحظة also the opening of salivary glands فتحة salivary glands لشان occur redness or discharge the ventral lateral dorsal aspects of the tongue التنغ تفحص من كل الجهات should be examined for the presence of absence of papillary هاي نشوف الpapillary موجود الوحلى fissuring ulcerations growth endurations limitation of extraction and lateral movement يعني بين قوسين كل شيء بالأور الكافيت تعرف من structures لأن نسأل examination هذا soft tissue examined for swelling ulcers sinuses and proliferation muscle or mucosal changes may be observed لازم ايضا نشوف التغيرات الصغيرة بالميوكوزة مع oral cavity اللي هو النسيج الداخلي مع الفم لازم نشوف ها ايضا واللي علاقة باليوكو بلايكي or التوباكو اللي هو التدخين او التصبغات الرحصة نتجة هاي الاشياء اللي لها الجنجف ايضا يتم الفحص for sleeping وال color intradentally papally مع الجنجف اللي هي صغيرة بين الproximal area any cause of food impaction مثلا جاي يفوض طاب بين الأسنان فراح يسوي جنجف المترجم وجود التكلسات وجود التكلسات ساين اصز او رتين او هاي ممكن عازم تسوي لها examination او البوكتز وصلنا للتيت examination اللي هو فحص الأسنان شوفوا يعني اذا كان عندك بقايا أسنان جذور وجود الأسنان او اذا كانت أسنان مقلوعة شكلها والحركة اذا كانت تتحرك او لا مقلوعة اذا كانت الأسنان غير مقلوعة يعني ما منتظم الترتيب مالتها حركتها اضن اذا كانت الأسنان متأكلة او لا شوفوا هذا السن حي لو ميت البلب اللي بي نيكروتيك لو فايتل أبليكيشن بلب تستر يعني اما تفحصها بالبروب او تدق عليها بالهندل مع الميرور حتى شوفها بها انفلميشن الأولى او فيتل سينسس في حالة حبت عندي أو بايت يعني يسد البيشن أسنانه لكن يبقى أكفة تحب أسنانه هاي هم لازم ألاحظو سوف الأسنان يعرفون بها زين حسنا وصلنا الانفستيغيشن الانفستيغيشن مرات الكلينيكين يحتاج إلى معلومات أضافية فرح يستخدم الانفستيغيشن مثل راديوغرافي اكزاميشن أو مثلا البيوبسي اللي هي الخزعة اللي هي histological study اللي هي علاقة بالدراسة النسيجية أو cytology أو يسحب من المرأ مثلا aspiration يسحب بالsyringe أو clinical laboratory studies وغيرها زين الريديوغرافي اكزاميشن راديوغرافي اكزاميشن is one of the special methods وحدة من المثود المهمة حسب ما قرانها بالأكس راي واللي هي أكثر استعمالة بالأورا سيرجري provides information about hard and soft tissues that are hidden for eye which is diagnosis يعني مثلا عندي روت مكسور جوه باللثة وما أقدر أشوفه بعيني فأستخدم الريديوغرافي examination والها أنواع عدة مثلا طبعا التي تستخدم الdiagnosis و evaluate of the disease على سبيل المثال pre-epical lesion لا وهاي أنواع الأشعة مثلا عدنا pre-epical occlusal وباقي أنواعها مثلا lateral oblique mandible radiograph C2 والأمراي كلها ماخذيها بالأكس راي الفيتيولتي تيسترز يأما عن طريق الhot application اللي هو مثلا تسخن لك fed anister وما تتخليها عد توث لما ينصح البيتشينت من الألم فأنا هذا التوث vital cold application استخدام ethereal chloride application اللي هو فاد ماد يستخدموه حتى يشوفون التوث vital أو لا نتيجة التحسس عندك الكتريك pulp tester يستخدموه بال examination من الفيتالي of response of teeth طبعا ما سنستخدم هذا النوع من الفيتالي التستر ويا الناس اللي مركبين بطارية للقلب وهيج أشيالين يمكن يتعارض ويا البولتية مالتها ويوقف ويموت البيشينت البيوبس اللي هي الخزعة small pieces of tissue taken يأخذون جزء من التشيو اللي مريض ويشخصوه عن طريق المايكروسكوب وتعتبر هي high high histopathology examination could be incisional or excisional يعني يعني ما يسوون انسيجن يشيلوها أو يأخذون فد جزء من التشيو exophthalate cytology it is used to confirm the diagnosis of lesion مثلا لقيت فد periapical lesion التياب صاري فوق الapix small root أريد عرف high assist granuloma يصير هنا hyper atrophy لو صار هنا hypotrophy أو atrophy أو hyperplasia فلازم عن طريق خير الخزعة يأخذوها يشغل بمايكروسكوب وينطوني التشخيص المضبوط aspiration إنه أسحب هو عبارة عن وذد من مكان الليجن يعني تسحب سائل من الليجن على سبيل مثال aspiration aspiration of pus تسحب من البص اللي هو انفلامتري فالتجمع للبكتيريا ل بكتيريا شي سموها بالله cell waste depresent of inflammation وغيرها inflammation process زين مثل abscess when infected cyst aspiration of yellow fluid indicated for cystic region يعني لما نلقى cystic region أسحب سو aspiration blood may be indicated for vascular region إذا كان عندي vascular region مثل hemangioma سو aspiration as one of the method used to aspirate fluid from swelling from evaluation of swelling حتى شوف انه طبيعة هذا الورم فس aspiration laboratory test like bacterial examination أو hematological examination يعني عندك التحاليل مثل تنزل البيت على تحاليل يام ما تكون تحاليل بكتيرية تحاليل دم تحاليل urine blood chemistry culture aid sensitivity test كل هاي التيستات ممكن تساعدك بالexamination ماتك وتوصلك للdiagnosis الصحيح هنا يقول لك so collection طبعا عندما شوفوه نصرت يعني ممكن لاش ندع طفر به هنا يكون اشياء معادة واختصار للمحاضرة so collection of all information انت لازم تجمع اكبر عدد من المعلومات من خلال كل الاشياء الذكرناها من history ل clinical examination accessory information وال evaluation analyzed حتى توصل لل final diagnosis patient record medical record it consists of من case sheet all radiographs all investigation papers referring papers يعني كل شي يخص الpatient الجمعة الاستفادة مالتها اولا اش رح سعدك بال diagnosis بالfollow up وال future checkup في حال patient رح يجيك بعدين اذا سويت الfooter checking او سويت الfollow up التابع للpatient و statistical statistical analysis ايضا اتفيدك اخر شي عندك للدراسة for studies on indications والبحوث وغيرها اخر شي عندك medical legal purposes انه تحمي نفسك قانونيا كطبيب الهنا خلصنا lecture 1 2 هاي lecture مهمة كلش حسب ما قال الدكتور لانه انت اول شي رح تسوي للpatient هو examination او diagnosis فاهتموا للكتشر واخذوا فقط الاشياء المهم والعناوين المهمة الهناكو خلاص للكتشر thank you موسيقى موسيقى